السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته موضوعنا حاليا عن نصائح للحامل بالنسبة ماذا تأكل على الفطور وعى السحور أول شي على الفطور يفضل دائما بالإسلام حتى تعجيل الفطور وتأخير السحور الفطور بالنسبة للحامل يجب أن يكون بالبداية كأس من الماء مع بضع تمرات وقدح من الشربة ويفضل بهالحالة في استراحة للحامل شي مقدار نص إلى ساعة ثم تبدأ بالوجبات الغذائية الضرورية الأكل التغذية اللازمة للحامل بفترة الفطور يفضل البروتينات يفضل النشويات يفضل مواد كلسية لبان، زبادي، بيض، لحوم، خبز الأسمار وهي تغذية الضرورية للحامل من أجل عدم وجود فوق الدم، من أجل يحدث عندها نقص بالفيتامينات نقص بالكاليسيوم، هاي الجنين بحاجة لتشكيل العظام والأسنان للجنين بالمكملات الغذائية ممكن نعطي أدوية عبارة عن حديد أو فيتامينات يفضل بالفترة بين الفطور والسحور أن تستهلك الحامل من العصائر من الماء مقدار 2 إلى 3 لتر يفضل أيضاً بالنسبة لها أن تكون التغذية على فترات متعددة مثلاً ممكن ثلاث إلى أربع وجبات وليست وجبتين لا تكفي الحامل بفترة الصيام بالنسبة للممنوعات يفضل الابتعاد عن القهوة عن المواد الغازية عن المخللات والمواد المالحة لأنها هذه تستهلك شرب سوائل كثيرة وتؤدي إلى جوع وعطش بفترة الصيام بالنسبة للسحور نفس الشي يفضل تأخير السحور كما تكلمنا لكن يفضل كمان الزبادي اللبن الحليب البيض النشويات البروتينات كل هذه يجب أن تستهلكها الحامل بفترة السحور أيضاً يفضل كمان الابتعاد عن السكريات المواد السكرية لأنها تؤدي إلى عطش شديد أثناء الصيام الأسباب اللي ممكن أن نستعرضها أنه ليش الحامل لازم تستعمل البروتينات والنشويات تؤدي إلى نمو جيد للطفل ليش تبتعد عن السكريات المواد السكرية تؤدي إلى ارتفاع بسكر الدم فجائي لكن ممكن بعد فترة يؤدي إلى نقص بسكر الدم عند الأم الحامل يؤدي إلى نقص عند الجنين الممكن المواد السكرية نفس الشيء تؤدي إلى عطش شديد باليوم التالي فالمرأة الصائم لا تستطيع أن أنه لا تستطيع شرب الماء باليوم الثاني بسبب أنه جوع والعطش فإنه لازم نبعد عن المواد المالحة والسكريات أكثر شيء تؤدي إلى الجوع والعطش هاي نصائحنا للحامل هذا اليوم بفترة الإفطار وفترة السحور وماذا يجب عليها أن تأكله وماذا تبتعد عنه ورمضان كريم